لو لعمنا 3-4-3 على سبيل المثال على سبيل الخيال تبقى التشكيلة عامنا ازاي؟ تبقى التشكيلة هقولك تلعب تلعب بشناوي طبعا وتلعب بحجازي وتلعب بالوينش وتلعب بحمدي فتحي حمدي فتحي يعني لحمدي لآيمن بس حمدي يمكن عشان اشتغل بيها الفترة اللي فاتت وسد صغرات كانت مقلقة لتيم النادي الاهلي اعتقد يبقى تلها دولك اللي هما؟ اللي هما حمدي فتحي والوينش 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 غالبها مشكلة هقل المطش الجاي فممكن محمد عام منع مسلا وعي من عشان محمد عام منع انا في رأيي ان يعني لو في مكاسب في الثلاث مطشات اشتراك محمد عام منع لان انا في رأيي من المساكين اللي هيبقوا الحقيقة في المستقبل حاجة جمدة جدا 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 كرة وتحضير من تحت والكرات العالية هو طويل وبيشتغل فيها بشكل كويس قوي فيبقى محمد عام منعيم في الثلاثة دول حجازي ومحمد عام منعيم وحمدي فتحي هتلعب بعمر او زيزو وانت مطمئن صح وانت مطمئن وتلعب ببببلا انا بتكلم على الاتنين السولية اه السولية وزيزو او النني او كمان انا كمان فيه العيب يعني في وسط ما احنا شفنا الحقيقة الكوة والسرعة والرهيبة اللي كانت في مبارات الجزائر مع مبارات كودفور والجزائر الحقيقة العيبة كودفور ايه الكوة والسرعة ديه؟ سرعة جوية برضك اتنين جامدين هتبقى يبقى السولية مع الحقيقة امام عشور امام عشور امام عشور لان امام قوي وفي نفس الوقت بيعرف يعمل المساندات اللجومية وبيعرف يعمل المساندات الدفاعية والتحامات قوية وطبعا نحة الشمال هيبقى فتوح طيب نقول تاني التلاتة اللي وراء حجازي وعبد المنعم وحمدي فتح وحمدي فتح الاربعة اللي قدام عمر كمان عبد الواحد وعمري السولية وامام عشور وفتوح وفتوح محمد صلاح ورمضان صبحي وصفى محمد دول هتعمل هتأمن كل حاجة يعني هتأمن المشاكل الدفاعية اللي عندك هتأمن المساحات اللي هي موجودة في التلات مورات اللي عمدها او معنى صح موجودة في كل مبارياتنا اللي احنا العبناها مع كروش طبعا انا هو كروش تاريخيا يعني ما بيغيرش 7-3-3 طبعا طبعا لو مشي بالطريقة دي هتبقى حاجة مفاجأة عظيمة طبعا طبعا انو هو ممكن فأيلاحظ حتى في النواحة الدفاعية هارف يلعب خمسة بقى وراء ومش ثلاثة يعني هيرجع الباكات بالزبط يعني كمان هيقدر يعمل كسافة عددية في الدفاع وكسافة هجومية كمان لو حاب يهاجم بالزبط وهتأمن كمان يعني هتأمن مساحات صح مش تبقى وانت بتهاجم او انت بتعدي نص الملعب تبقى لأمن مساحات تضير فيها صحيح طبعا زي ما قلتلك ان النادي الاهلي كان عنده مشكلة كبيرة جدا 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 في خلال الموسم اللي فات ويمكن كان سبب رئيسي ان النادي الاهلي يخسر دوري ويخسر بطولة السوبر المصري هو غطاها بالحتة دي مش صحيح يعني يمكن حمد فاته عملها بشكل هاي الحياة